علي من عمان أبو بكر الصديق فثبت أن نبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الأخير قام أبو بكر فصلى بالناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت يعني بمعنى يخشع في الصلاة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سجف بيته أو سجف داره فرأى الصحابة ثم تقدم وصلى إماما ثم صلى أبو بكر صلى أبو بكر مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر وقيل أيضا بأن هناك حادثة أخرى أن أبا بكر في غير مرض الموت في غير مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمر بن سعد أظن أو بن عوف يصلح بينهم فتقدم أبو بكر فصلى بالناس ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سبح الناس بأبي بكر وأبو بكر ما كان يلتفت في الصلاة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مكانك أراد أبو بكر أن يتأخر فقال له مكانك فصلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر فرفع بكر لديه يدعو الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على منته حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى بأبي بكر هذه أحد الحوادث التي حصلت والحادثة الثانية أيضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ذهب إلى مكان ولم يجد الناس إلا عبد الرحمن بن عوف فقدموا وصلى بهم لكن هل صلى وراءه النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا يحضرني الآن جواب لكن عبد الرحمن بن عوف قدمه الناس قدمه الناس حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم